أخي أنا أمامي الآن جدول يوضح أسعار الأعلاف لهذه الشهرين الأولين من هذه السنة هناك انخفاض في أسعار الأعلاف عن السنة الماضية رح أقرأ لك طبعا فضل أسمعك الفترة من 8 من 8 إلى 14 الشهر الثاني 22 الذرة العلفية الخشنة المحلية سعر الطن الواحد 430 ألف دينار المستورد أدنى مستورد روسي وأدنى مستورد تركي 350 ألف دينار وتركيا 400 ألف دينار طبعا الثرة العلفية الخشنة كانت في السنة الماضية بحدود 480 إلى 500 ألف دينار للطن الواحد الذرة العلفية الناعمة 720 ألف دينار للطن الواحد الشعير العلفي 450 ألف دينار بالنسبة للمحلي 350 ألف دينار للروسي والأوكراني 410 ألاف دينار للأسترالي هذه الأسعار أخي الفاضل أي هي تقل عن أسعار الموسم الماضي وبالتالي لا يوجد زيادة في أسعار الأعلاف هذا السبب ناقشناه حتى في جلسة هيئة الرأي اليوم أمس لا توجد زيادة في أسعار الأعلاف إنما هي مستقرة بل شهدت انخفاضاً عن أسعار السنة الماضية لكن ما ذكرته من أسباب فيما يتعلق بزيادة الطلب المحلي على الأغنام المحلية هو الزيادة غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر